دلوقتي جي معدنا مع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله نتبعها مع حضرتكم في سياق هذا التقرير بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فهيستأنف المحور الاقتصادي بالحوار الوطني جلساته النقاشية في أسبوع الثالث بحضور المقررين العموم والمقررين المساعدين للمحاور ومقرر اللجان ومقررين المساعدين وممثلين عن مجلس الأمناء ومئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية ومن المقرر أن تناقش لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة أولويات الاستثمار العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام وعلى التوازي بتعقد لجنة الزراع والأمن الغذائي جلستين لمناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الانتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراع والاقتمان والديون النهاردة هتستمر مصر للطيران في تسيير رحلتها المخصصة لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة لتأدية مناسك الحج للموسم الجاري 1444 هجرية وهيتم النهاردة تسيير 12 رحلة طيران مباشرة لجدة والمدينة بالأراضي الحجازية بيتم خلالها نقل 2514 حج لتأدية مناسك الحج النهاردة هتستضيف مكتب الديوان الساعة 7 بالليل حفل توقيع ومناقشة رواية 2067 للكاتب سعد الإرش وبينقش الرواية الناقد الدكتور محمد الشحات وبتعد رواية 2067 أحدث أعمال الكاتب اللي صدرت له من قبل عدة روايات على مدار السنوات الماضية